النهاردة كان فيه حدث جميل في أسر عبدين وهو رعاية مصر للسوبر جلوب بطولة العالم للقارات الحقيقة السيدة الوزير دكتور أشرف صبحي وصل منظر والجمال بتاع أسر عبدين وسيد محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة ونائبه السيد سيفي الوزيري مسؤول اتحاد اليد برئاس السيد محمد الأمين طبعا دكتور حسن مصطفى رئيس حد دولي كرة اليد وكتير من السادة المسئولين حقيقة يعني غير البطولة دي كمان في بطولة العظماء السابعة ان شاء الله حاجة رائعة وحاجة عظيمة جدا 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 تركوا الشركة المتحدة للرياضة بتنقل الرياضة في مصر إلى مكان آخر بشكل رهيب جدا وعندنا أحداث كتيرة جدا بيتم تنظمها في مصر ألف مبروك ان شاء الله بإذن الله عقبال البطولات الكبرى كمان